اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هذا القدر يلزمك ان تدفع المال ويلزمك ان تشتري النسخة المدفوعة من هذه المواقع هذه المواقع على رأسها موقع ميديا فاير وهو موقع يمكنك من رفع الملفات بطريقة جميلة جدا قد شرحنا عليه شرح من قبل كما تشاهدون قبل ايام كما تشاهدون معي او قبل شهور الان سنتقل لموقع جوجل دريف لكي نتجل فيه وكي نرفع الملفات بطريقة مفصلة تابعوا معي كما تشاهدون معي زيادة الكرام سنتقل اولا الى موقع جوجل دريف ستضغط لكم اسفل الفيديو لكي تستجل فيه هو طريقة سهلة ما عليك الى توفير الجيميل فلن تحتاج لأي شيء فقط ما عليك الى توفير الجيميل اولا ستقوم بالضغط على اكسي دي او جوجل دريف فيض الخيار ومن ثم صدر لك هذه النفذة ان لم يكن لديك حسة في الجيميل تضغط على خيان كونت فيض الخيار ومن ثم تكتب الاسم اللقب ومن ثم تكتب الامايل الذي تود ان تستسجل به ومن ثم ستكتب هنا password وتقوم باعادته وسويفون في هذا المكان الان سننتقل الى واجهة تسجيل الدخول هنا نكتب الامايل لاحظوا الامايل على هذا الشكل سنقوم بالضغط على سويفون ومن ثم نكتب هنا password الخاص بنا يمكننا ان نرى الباسورد من هذا المكان هنا سويفون لاحظوا معي تحمل معنا هذه الواجهة هنا كما تشاهدون معي هذه الواجهة سهلة مثل جيميل او مثل كل اضافات جوجل يعني كل تطبيقات جوجل تجدوها على هذا الشكل تقريبا هنا كما تشاهدون تضغط هنا على يعني بعض الخطوات الاولى للبرنامج او للموقع هنا انتقال الى drive نضغط على الخيار ومن ثم ستنفتق لنا هذه الواجهة هنا كما تشاهدون معي افليت الملفات هنا او يستخدم الزر جديد كما تشاهدون معي يمكنك الضغط على هذا الزر وتختار المجلدات او هو ملف او هو يعني مثلا اي مستندات او شيء من قبل يمكنك ان تقوم برفعها في هذا المكان بطريقة سهلة كما تشاهدون هنا بعض الامر الاخرى لاحظوا معي سأعطيكم مثال على بعض الملفات وهي ثلاثة كما تشاهدون هنا لدينا برنامج لدينا ملف وينرار او ملف ملغوط ان صح القول هنا كما تشاهدون معي فولدر هذا ملف عادي يعني يحتوي على بعض الملفات كما تشاهدون قمت بعمل هذه الملفات قبل قليل المهم سنقوم برفع مثلا هذا الملف كيف سنقوم برفعه بسهولة افضل طريقة وهي ان تقوم بافلاتي بذا الشكل لاحظوا معي تظهر لنا هذه الايقونة الزرقاء في الاسفل يعني كما تلاحظون سنقوم بافلاتي بطريقة سهلة وهنا تظهر معنا هذه الوجهة يحمل معنا هذا الملف لاحظوا هنا يتبقى واحد دقيقة يعني المتبقي من وقت رفع هذا الملف وهو دقيقة واحدة الان سننتقل مثلا الى سطح المكتب وسنقوم برفع هذا الملف على سبيل المثال الملف الثاني وهو ملف وينرار هذا سنقوم برفعه بطريقة سهلة لاحظوا سنقوم بافلاتي بنفس الطريقة هكذا وسيصبح لدينا هنا ملفين كما تشاهدون معي هنا صورة انفادة الخيار الان الاول اقترب من اكتمال تحميل بروغرام اقترب من اكتمال لاحظوا اصبح لدينا هنا واصبح لدينا هنا الان هذا الملف وينرار الافريق هنا اصبح لدينا هذا الملف ايضا هذه الملفات حجمها خفيف جدا يعني انا قمت بتجربة لكم لكي لا نطلب في الفيديو المهم الملف الاول والملف الثاني عادل شكل اكتمل من الرفع هنا كما تشاهدون ان اردت ان تقوم بفتح اي ملف من هذه الملفات على سبيل المثال سنقوم بفتح هذا الملف واردنا نقوم بتحميله كيف سنقوم بالضغط عليه سنقوم بالضغط عليه بالزر اليام وسنضغط على الحصول على الرابط القابل للمشاركة نضغط على هذا الخيار لاحظوا معي تم نسخ الرابط سنتقل الى صفحة جديدة نقوم بلسق هذا الرابط هنا باست ونضغط عليه بحث ومن تم استقلنا هذه الواجهة لتحميل البرنامج نضغط على تنزيل من هنا تنزيل بهذا الشكل لاحظوا معي هنا سيحمل معنا لاحظوا يبدأ معنا بالتحميل كما تشدون معي هذا هو الملف الآن عزي الكرام اضافة بسيطة وهي عندما تريد ان تقوم بتحميل هذا البرنامج بدون ان تظهر لك هذه الواجهة هذا امر جميل اليس كذلك احباب الكلام فهناك كثير من الاخوان يرغبون عند الضغط على الرابط مباشرة يبدأ البرنامج بالتحميل ليس البرنامج بالضروري اي ملف رفعته ستقوم بتنزيله بضغطة واحدة كيف ستقوم بعمل هذا كل ما عليك فعله هو الضغط على تنزيل هناك طريقة بسهولة تنزيل وتقوم بنسخ هذا الرابط هكذا كوبي كما تشدون معي نسخ الرابط بسرعة يعجب عليك ان تسريع لان النافذة ستختفي لاحظوا تنزيل وتنسخ هذا الرابط كونترول سي بالطريقة سهلة تضغط على داخلها تضغط هنا ضغطة واحدة كونترول سي أنا ستخطر الآن الرابط كما تشدون معي ويبدأ معنا بتحميل كل ما عليك فعله دون أن تظهر لك هذه الواجهة سنقوم بغلقها لاحظوا هو أن تنسخ الرابط أنا نسخته كما شاهدتم سنقوم بلسقيه هنا لاحظوا فاست لاحظوا معي في الآخر تظهر لك كلمة download في الآخر هنا سنضغط على on تخمي لوحة المفاتيح شاهدوا معي جيدا بدأ البرنامج يحمل مباشرة دون أن تنبطق لتلك النافذة لتحميله فهي يعني نافذة عادية إن أردت أن تنبطق لك فلا مشكل هذا خيارك أنا أعطيتك فقط حيلة بسيطة أو أمر بسيط لكي تقوم بتنزيل الملفات مباشرة أو دون أن تنبطق لك أي نافذة أخرى كما شاهدتم معي كان هذا الشرح حول موقع جوجل درايف لرفع الملفات يمكنك استخدام هذا الموقع أو هذا التطبيق في الأندرويد أيضا كما يمكنك استعمالي يعني في الكمبيوتر هذا كان الشرح حول تطبيق جوجل درايف من شركة جوجل شكرا لكم لحسن المتابعة أستاذكم الله في أمان الله إلى اللقاء أحبابي في الله لا تنسى الاشتراك بالقناة ولا أعجب بالفيديو وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد شكرا لكم